فهذا النور أحبائي في نبوات في العهد القديم بتتنبأ عن مجيء المسيح أي المسيح وواحدة من خصائص المسيح هو أن يفتح العيون ولاحظ أن المسيح فعلا كان عنده هذه الخصائص فالمسيح خلق عينان جديدتان لمولود أعمى عند منطقة الهيكل وعندما طبعا يعني الشيء اللي عمله التفل وصنع من التفل طينا وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان وفعلا لما اغتسل رجع أتى بصيرا وكان في صراع كبير في إصحاح تسعة من إنجيل يحنى يسوع عم بيتجادل مع المتدينين اليهود مع فئة تسمى الفرسيين يعني اللي حافظين كل الشريعة وفي نهاية الإصحاح سألوا يسوع المسيح بتقصد أنت ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع المسيح وقال لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية فلاحظ أحبائي من خلال كلمات يسوع المسيح في عيون جسدية مفتوحة لكنها لا تبصر يعني روحية لا تبصر يسوع المسيح وفي عيون عمياء ضرير لكنه يبصر نور المسيح فهذا الاختبار اختبار نور المسيح في حياة الإنسان تجعل خليقة جديدة تجعل منه إنسان جديد وتجعل منه إنسان روحي له حياة أبدية فإنها دعوة للنور دعوة ليسوع المسيح ويسوع هو الذي يبدد هذه الظلمة ترجمة نانسي قنقر